اشتركوا في القناة على سموحة مباراة نهاردة كبيرة من جانب الاهلي ومن جانب الزمالك كمان المصر البورسعيدي بيفوز بيروح النهاردة المصر البورسعيدي للمركز الرابع في الثالث غزل المحلة مع خالد عيد بيتقلق ويتفوق في المركز الخامس مفاجئات النهاردة بالجملة الحقيقة النهاردة يوم كبير جدا والدوري المصري بيشتعل واحنا في انتظار لقاء قمة كبير جدا يوم الاتنين القادم الاهلي مع الزمالك من ينتزع المقدمة من الآخر جدول الدوري زي ما انتوا شايفين الزمالك في مباراتين فرقين الاهلي عن الزمالك في اربع نقط يعني نقطتين فرقين لو الزمالك كسب يفرق بنقطة حتى لو الاهلي كسب كل ما تشاطه والاهلي لو كسب يفرق بخمس نقاط عن نادي الزمالك بيراميس في المركز الثالث المصري في المركز الرابع غز المحلة في الخامس للتحاد سكنداري في السادس سموحة في السابع السيراميكا كيلو باترا في الثامن امبي في التاسع مصر مقصة في العاشر الجونة في الحداشر طلاعي الجيش في الاثناشر الاسماعيلي في الثلاثتاشر مولين العرب في الاربعتاشر اسوام في الخمستاشر البنك الاهلي في المركز الستاشر ودي دجلة قبل الاخير والانتاج الحربي الاخير عندي بقى كل يوم دلوقتي كواليس وعندي كل يوم دلوقتي اهبار حصرية بننفرد بفضل الله احنا بيها مش عايز النهاردة حد يدايق بقى ولا يزعل هقول لكم النهاردة شوية حاجات مفاجآت قنابل مدوية مسلماني النهاردة من وجهة نظري ياخد العلامة الكاملة واحد يقول لي ومسلماني النهاردة عمل ماتش كبير احنا مش اغلق لا ما كانش بأفضل حالاته الفنية ولكن كويس كسر واخد اللي هو عايزه وقدم مباراة جيدة ليست بالرائعة ولكن مباراة جيدة ليه بقول النهاردة مسلماني ياخد العلامة الكاملة لان مسلماني النهاردة عمل الروتيشن رغم ان كان ممكن يدفع تمنه مسلماني جاي من مباراة الجمهور يعني وصل معاه لمرحلة مش جيدة وكان أسأل حاجة يبتدي بتشكلته الأساسية ويبتدي بيها مسلماني النهاردة حط بعد اللعيبة عشان يشوفه معامل روتيشن اجباري باعترافه بعد المباراة وأجل محمد شريف وأجل الناس وقال انا مش عارف هعاوزهم ولا مش هعاوزهم عندي ضغط مباراة مقدرش قديلهم 90 ديه 90 ديه على طول ما ينفعش والحقيقة المباراة ادتله اللي هو عايزه مسلماني اسمعوا بقى يعني ايه عشان تبقى الأمور واضحة مسلماني في أربع لعيبة أربع لعيبة داخل النادي الأهلي بيدلهم الفرص الأخيرة يعني مسلماني لو موجود الموسم الجاي في النادي الأهلي في أربع لعيبة ابتدوا يخشوا معاه فاللون الأحمر أو المنطقة الخطر خلاص ممكن يطلب ان هم ما يكونوش موجودين السنة الجاية أو يكونوا خارج حساباته أربع لعيبة الأربع لعيبة دول فيهم لعيبة موسماني بيدلهم دلوقتي ما بيدلهمش باستمرار بس بيدلهم عشان يحط الحكم الأخير وفي جلسة خاصة جداً قاعد معاهم وقال لهم أنا مدير فني عادل ودي كلمته اللي دايماً بيقولها أنا حتدلكم الفترة الجاية ولكن أنا غير راضي عن أدائكم ولكن لازم أدلكم لازم أدلكم لازم أدلكم ظروف المباريات بتكبرني محتاج أعمل روتيشن ولكن أنا غير راضي عن أدائكم وفيهم مهاجم وفيهم مهاجم اللي أربع لعيبة دول موسماني ممكن ما يكونهوش موجين داخل النادي الأهلي موسماني لعيب مدير فني عادل جداً محدش يقدر يقول إنه ظهر ملاعب في النادي الأهلي إدى كل واحد فرصته حتى اللي حيستغني عنه بيديله فرصته حتى السوانية الأخيرة موسماني النهاردة قبل اللقاء قاعد مع جهازه الفني وكان فيه اختلاف على مشاركة بعض الأسماء وموسماني قال باللفظ كده أنا بعمل روتيشن إجباري أنا في مرحلة روتيشن إجباري عارف إن الحساب عندي وعارف إن الفطورة عندي وعارف إن الأمور جماهيرياً ممكن تتاخذ ضدي ولكن أنا مكبر إن أنا أعمل كده ممكن أعمل لراحة الجمهور ممكن أتبعي بتشكيل أساسي ولكن مش هلاقي اللعيبة بعد كده معايا بجيبلكو حاجات يعني إيه؟ حاجات الحاجات زي ما بيقولوا كده ده موسماني أدي له النهاردة علامة الكاملة على شجعته على تصريحاته على وضوحه على إن هو دخل يعمل روتيشن ومش باصص للجمهور عارف إن هو في مرحلة صعبة مع الجمهور بس بيقول أنا ما عنديش مشكلة أنا مكمل التاني موسماني قاعد مع لجنة التخطيط في النادي الأهلي وقال لهم أنا بحاول أجد حلول في خط الهجوم أنا بعاني من مشكلة الهجوم عندي بعاني من مشكلة الهجوم ومستحيل إن السنة الجاية هيكون ده خط هجوم النادي الأهلي وأرجع تاني وأقول لكم وأفكركم إن النادي الأهلي خلص طلواته في خط الهجوم اللي هو محتاجها خلاص ومسلماني قال إن حتى الآن مفيش واحد قدم أوراق اعتماده معايا غير محمد شريف اللي بقوله لكم ده على مسؤولية الشخصية يعني إحنا مرناش حاجة دلوقتي غير إحنا نجيب لكم تفاصيل التفاصيل ده الكصة أو رقم اتنين الكصة المهمة جدا 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 مسماني اتكلم مع عدد كبير من اللعيبة وقال لهم أنا بعمل روتيشن قبل مباراة القمة القادمة اللي حاسس إنه مش قادر اللي حاسس إنه مش قادر أو حاسس إنه مش هيقدر يكون موجود في المباراة يقول لي وأنا ما عنديش أي مشكلة وأنا ما عنديش أي مشكلة وخايف من بعض اللاعبين إنه هو يكون فيه جهاد أو إصابات خفيفة أو حاجة وما بيقولوش وما بيقولوش خلاص دي تفاصيل التفاصيل النهاردة مع مسماني أو داخل النادي الأهلي طيب نروح للزمالك وسموحه الزمالك وسموحه الحقيقة سموحه والزمالك النهاردة الفرقتين عملوا مباراة كبيرة جدا 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 الزمالك النهاردة بيتخلى عن أخطاءه السابقة كارتيرون ولعبته النهاردة بالعوم من أول دي كارتيرون بيكسب الرهان النهاردة على شيكابالا شيكابالا أزعج النهاردة دفاعات سموحه بشكل كبير ابتدى بيه من أول دي ضاغط من أول دي جاب هدف بدري سموحه رجع للمباراة على طول سريعا قورة هنا وقورة هنا هجمة هنا وهجمة هنا مباراة النهاردة مفتوحة ما بين فريقين كبار كابتنى أحمد سامي مدير الفني الذي يسموحه كابتنى أحمد مساء الخير خير يا كابتنى أحمد سامي إزاي حضرتك كله تمام كله تمام كله تمام الحمد لله هارد لك ولكن الأداء جايك جدا والله يا كابتنى سيفي يعني احنا اشتغلنا مع الناس الزمالك بشكل مختلف شوية على المتشوات اللي فاتت من نواحة ضغط وده يعني أصفرت ان احنا كان عندنا نوع من الاستحواذ نوع من الهجمات والفرص يعني مش عايز اقول فرص عايز اقول اهداف محققة يعني يعني عبدالقادر كورة ديريك كورة مصطفى كورة وادي كورة يعني كورة الشوط الأولاني اربع خمس فرص اكيدة يمكن نادي الزمالك استغل قدرات الفردية للعيبة المميزة عنده وكان بيستغل بعض الأخطاء اللي هي نتيجة القطع الكورة من عندي كان بيت تتحول في المساحات فقدروا يجيبوا جول الأول واحنا رجعنا بسرعة من جول مصطفى وفي الآخر الشوط الأولاني كان ممكن يطلع نتيجة كانت ممكن تعمل مشكلة كبيرة جدا لنادي الزمالك معانا يعني كانت فرص دي لو على الأقل ثلاث جوان من الخمسة دول دخلوا كانت هتبقى فيها مشكلة كبيرة جدا لنادي الزمالك الشوط الأولاني لكن على مستوى الضغط على مستوى الاستحواذ لا انا كنت ندي كبير جدا لنادي الزمالك طبعا ودي حاجة مبسطاني من ناحية الأداء لكن انا طبعا حزين جدا لانت الفرص اللي بتيجي يعني انت دورك كمدرب بينتهي عند قرار اللعيب متحضيره في الثمانتاشر جوه وبعدين الكوار اللي جات كابتن سيف لو انت شفتها يعني فرص اكيدة يعني مش مجواني يعني جوال يعني جوال encuent هل العرب 2 هل الهارضا كابتن شيكابالا وبين شارقي تعبوك دفاعيا انت بتلاعب بلزمالك فرق كبيرة وفرقة بتنفس ع الدوري وعندهم طبعا قدرات فردية وعندهم لعيبة كتير كويسة لكن انت بشكل عام لما بتيجي تتكلم شكل عام لأ انت theyd كبير جدا لناس زمالك انت النتيجة العادلة العادلة بكل بشتة طرق هو يتعادل. يعني بشتى الطرق. بسناع بقى الفرصة انت ضعطاش. بسناع الصوص التاني. ان 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 اجبارة الزمالك ان هو يشتغل معاك وبيشتغل على المرتدات معاك. دي كل دي حاجات كويسة واجابية لفريق السموح. لكن في الاخر هي بتقبل فرقة كبيرة جدا للزمالك. خدرات فردية من اكتر الفرق اللي في الدورة عندها. الخدرات الفردية على مستوى الدور كله. ما قليتش ما قليتش النهاردة كابتن من مشاركة مصطفى محمد امام فريق السمالك وتقلق الحقيقة مصطفى فتحي وتقلق النهاردة بشكل كبير. ولكن هل ما فكرتش ان ده ندي اللي هو هيرجعله? لا انا يعني حتة اه 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 احنا بنلعب اه مصطفى مستجيب للتاكتك معنا في شكل كبير. مصطفى عايز يعمل موسم كويس لنافسه. قوي الحقيقة. لان هو في الاخر اه في الاخر هو العيد كبير. واحنا بنوظفه بشكل مختلف عن مكان طول عمره في نادي الزمالك. يعني طول عمره في نادي زمالك ما بيلعبش بالشكل اللي انا بقولك عليه من نواحي التحركات. حركات مختلفة. مم. وهي دي مساعدة مصطفى. ومصطفى اصلا عنده قدرات فردين. لكن هو في الاخر هو عايز يثبت لنفسه ان هو لسه لسه كويس. عنده لسه تمانية وعشرين سنة. لسه قدامه لعمر طويل. لعيب اه ما حصلش. لعيب ما حصلش. وانا بقولك يعني. لعيب على المستوى الفردي قوي جدا. الحقيقة كابتن يعني هارد لك النهاردة واداء جيد. بالتوفيق لحضرتك في اللي جاء كابتن احمد. بس هو في الاخر انا بشكر لعيبة جدا يا كابتن سيف. يستهلوا. اللعيبة اللعيبة يستهلوا مكانة اكتر من كده لان هم مجتهدين جدا معي وبينفزوا كل حاجة برجولة كمان. يستهلوا كابتن بشكرك كابتن احمد بشكرك شكرا جزيلا. كابتن احمد سامي المدير الفني اللي نادي سموحة. عايز اتكلم في نططين مهمينة لما نروح لاخبار الزمالك. عايز اتكلم على علي ماهر. علي ماهر انا الحقيقة هيتها حقيقة كبيرة جدا جدا. وانا فخور جدا بعالي ماهر وبفريق النادي المصري. وبمجلس دارة نادي المصري اللي وفرت للفريق ده ان هو ينافس بالشكل ده ويكون بالقوة دي. علي ماهر دايما انا بقف هنا وقول ان علي ماهر مدير فن كبير. علي ماهر ده ما بقاش مدير فن كبير كده. انا مش عايزه يزعل. بس انا حشرح لكم شوية حاجات كده. علي ماهر وهو لسه مدربش كم مجتمع بنفسه وفكر نفسه حاجة. حقيقي. حقيقي. علي ماهر طول عمره. الناس تقول لك يا عم. علي ماهر ده شغال بالواسطة. عايز حد يتكلم له. حد يشغاله هنا. جاله مرة منتخب مصر للناشين. قالك لا لا مش طموحي خالص. يا عم انت عملت حاجة عشان بقاش طموحك. فكنتك اتكلم معي. يقول لي انا مدير فن كبير. انا عندي حيات كتيرة جدا. عندي كورة كتيرة جدا 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 في دماغي. الحقيقة علي ماهر راهن على نفسه. عدى بقى وقات في حياته. انا آسف في اللفظ. كحة راب. يعني كانت ظروفه صعبة جدا جدا. واستحمل. ورفض حاجات. وقال لا مش هاخد دي. ومش هاخد مجرد ان انا اكل عيش. ومش مدير فني كده وخلاص. هو مؤمن ان هو مدير فني كبير. فقدر يبقى مدير فني كبير ويقنع الناس. بصراحة النهاردة علي ماهر يستحق التحية. كارتيرون. كارتيرون النهاردة حيا لعبته تحية كبيرة جدا. وعنف مروان حمدي النهاردة بشكل كبير بعد اللقاء. وقال له اللي انت كورة اللي انت ضيعتها النهاردة والجوم فاضي. دي كورة زيزه عمل زيها الماتش اللي فات. وكان حديثه معاه بنفس الشكل. قال له دي كورة تكلف فريق ثلاث نقاط. في الفرق الكبيرة ماينفعش الفرصة تجيلك وتحطها بالشكل ده. ماينفعش مهاجم يكون لنادي الزمالك ويحط الكورة بالشكل ده. ده كارتيرون لمران حمدي بعد اللقاء. وكان حزين جدا 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 لانه قاله الفرقة الكبيرة. بتتعدى عليك النفس. بتعدى عليك الفرصة. سموحها لو رجع بجون كنت انت تبقى سبب نقطتين. والحقيقة كان النهاردة برضو يعني كان حاسس ان فرقته ممكن هجوميا تخلص الشوت الاول بهداف اكثر من كده. وعنده مفاجآت كبيرة كارتيرون في مباراة الاهلي والزمالك. وعواد خلاص هو حارس مرمى الزمالك في مباراة القمة. دي فرصة مروان طبعا لا يعني الهاني نزل بدري. ما فيش اي حاجة. ما عندوش اي مشكلة. ما عندوش اي موضوع. عمل اي مروان مهاجم كبير. ولعيب كويس. بس لازم نقول له الصحم الغلط. ما ينفعش الكورة دي تتحط كده. ما ينفعش تركيزك في مباراة فرقتك كسبانة اثنين واحد. وممكن الفرقة الخصم ترجع ان الكورة دي تتحط بالشكل ده. ما ينفعش. عواد زي ما قلت لكم بيقترب كارتيرون. حتى الان حتى الان. حتى الان. بنسبة تسعة وتسعين في المية. هيبدأ مباراة القمة بشيكبالة اساسي من بداية المباراة. وقال فرقته في الكواليس. وما تقولوش لحد. حبتدي ضغط. حبتدي ضغط من اول دي. هكون فعل. مش رد فعل. ده كلام كارتيرون مع جهازه الفني. في الغرفة المغلقة. طيب. كابتن صالح سليم النهاردة احنا في ذكرها. والحقيقة كابتن صالح سليم مش مجرد رئيس نادي. والنهاردة احنا في الذكرى تسعتاشر الوفاة كابتن صالح سليم. كابتن صالح سليم لاعب اسطوري. كابتن صالح سليم رمز من رموز النادي الاهلي. كابتن صالح سليم واحد من اللي حط القواعد والاسس. واحد من الزرع كتير جدا في النادي الاهلي. وكل المجالس اللي جد بعد الكابتن صالح سليم بتحصد هذا النجاح. الكابتن صالح سليم هو صاحب المبادئ. والقيم داخل النادي الاهلي مع مجموعة طبعا من اساطير الادارة والقورة في النادي الاهلي. رحم الله صالح سليم. نرجع تاني وما يخص النهاردة شكوة الزمالك وانبارك كمان لفريق الزمالك النهاردة مع الأستاذ عمر الدردير. النقد رياضي ورئيس المنظومة الاعلامية في نادي الزمالك. عمر بيه مساء الخير؟ مساء الخير يا كابتن صيف. ومساء الخير للسادة المشاهدين الأرض. ازاك فان مخبار حضرك يكونوا تمام؟ الحمد لله. رب تمام. الف مبروك لأي الزمالك. الله يبرك فيك يا كابتن صيف. النهاردة الزمالك عمل فوز مستحق على اسموها. مباراة كانت صعبة. مباراة كانت مش سهلة خالص. لكن الزمالك قدر ان يتفوق منذ بداية المباراة. شكبالة كان محور اداء نازل الزمالك في الشوز الاول. عمل مباراة كبيرة. الزمالك بشكل عام ادى مباراة جيدة. ادى مباراة جيدة جدا النهاردة الحقيقة. اكيد. وكان في فرص كتيرة والمباراة كانت مفتوحة ما بين الزمالك. دي حقيقة. ما يخص الشاكوى اللجنة اللومبية لاتحاد الكرة وتحق كرة اليد. اه الحقيقة نازل زمالك اه يعني عنده استياء كبير جدا اه مجلس الادارة او اللجنة المكلفة بادارة نازل زمالك. عندها استياء كبير جدا من اللي بيحصل اه مع نازل زمالك. جماهير نازل زمالك حزينة جدا وحزة اه ان في ظلمه بيقع عليها كبير. اه الحقيقة نازل زمالك فعلا اتقدمت اللجنة النهاردة اه بمذكرة اه للجنة الاولمبية. ضد اتحاد كرة القدم. اه لعدم حسن اه بطولة مواريد اه تسعة وتسعين بكرة القدم. اللي هي المفروض نازل زمالك. ده مش ده ده الموضوع ما فيهوش امام عشور خالص بقى. بقى انا بتكلم في حاجة ثانية. اه. لسة الكلام جاي. يعني الشكوى دي مفاش امام عشور كمان? لا الشكوى دي على حسم بطولة تسعة وتسعين. اه. اه اه ايضا اه تقدم بشكوى اخرى اه للجنة النهارية برضو. اه بسبب حسم بطولة كأس او منح بطولة كأس مصر الموسم الماضي. اه. بالنادي الان. في حين ان فيه اربع فرق متكافأة وصلت للدور قبل النهائي. اه. ما فيش ليحة. اه في اتحاد كرة اليد ولا ولا في الاتحاد الدولي. كرة اليد. اه. تجيز ان ان الفرق اللي وصلت للدور قبل النهائي. اه فريق منهم يكسب البطولة والباقيين لا. لان المفروض في اه اه نفس نفس الظروف في الاربع فرق اللي وصلوا. اه. يعني فيه تكافأ ممكن اي حد يكسب البطولة. تمام. فمنحت فريق البطولة ليه? اه. مصبت الباقيين. فازمات معصرد على ذا وطالب من اللجنة العلمبية. انها تصاعد الموضوع للاستحاد ذا وليه. لكرة اليد. طيب ما يخص كرة القدم يا فن. ما يخص الساعات القادمة او خلال الايام القادمة مش الساعات هيكون في قرار ضد الموضوع ده خصوصا اني الزلانك لاحظ اني شكاوى النادي الاهلي النادي المنافس لما بيكون عنده شكوى بتتحقق بعضها باربعش ساعة وشكاوي نادي الزمج بتقعد في الادراج وتختفي وتغيب والرد عليها بيتأخر جدا فزمالك هيكون عنده رد ورد قوي جدا الايام الجاية ضد ابتحاد صورة القدم هيبقى اي الرد يا فن ما عرفش بقى المجلس الزمالك لسه عنده رد وليسه ما خدش القرار لكن انا بقول لحضرانك سي رد ورد قوي على اتحاد الكورة المهندس احمد مجاهد مبارح قال ان اتحاد الكورة فاتح وموجود وممكن اي احد من نادي الزمالك يعني الفرق كبري لو انا بنقل الحديث لفظي يعني لو عد اي مسؤول من نادي الزمالك الاتحاد الكورة وقال ان احنا قدمنا والله الشكوى وده يعني اصال الاستلام كنا هنبص فيها وحنشوف الموضوع الزمالك مش هيقدم شكوى ثاني لانه هو قدم اول مرة والشكوى وصل الاتحاد الكورة وعندنا البرينت ويمكن نشرناه البرينت الفاكس اللي وصل الاتحاد الكورة عندنا البرينت بتاعه احنا قدمنا بالفعل لميابة وسط القاهرة بلاغ ضد هذه الواقعة بلاغ تقدم بالفعل فبالتالي ازا ماك مش هيقدم ثاني ازا ماك ينتظر الرد زي الرد الاهلي ما بيكون في 24 ساعة احنا ننتظر رد من انتظر حراك رد انتظر حراك رد حراك رد كابتن الاهلي على تحقيق كابتن سيد النهاردة رد ما انا بقول له اتحاد الكورة رد على تحقيق كابتن سيد عبدالحفيس اللي كلنا سمعنا الاحداث وكلنا كنا رفضين مع عدث خمس دقائق للموضوع تحفظ تمام وحراك شايف ان المعاملة معناه يعني احنا ننتظر رد قوي من نادي الزمالي خلال الفترة القادمة طبعا في رد قوي وقوي جدا اذا اتحاد الكورة ما باتش في موضوع امام عشهر خلال الساعة القادمة ننتظر يا فنم لنارة بشكرك شكرا جزيلا لأستاذ عمر الدردير متحدث الاعلامي لنادي الزمالي ويعني اتمنى الامور برضو تبقى هدئة بغض النظر يعني انا سمعت انبارح تصريحها برضو موان سحمد مجاهد يعني الناس تروح اتحاد الكورة وتعرف الشكوى دي والله الفكس فعلا راح ما راحش القصة يعني اختصارا للوقت ولكن انا حتى ردا على موضوع نادي الاهلية والزمالي انا شايف ان كل الشكاوي اللي بتخش اتحاد الكورة ولا يتاخد مجره وبعد كيه بتحققوا من التحقيقات وبتطلع النتيجة سريعا ده اللي احنا الحقيقة شايفينه يعني نروح لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل نكمل حدث وارجعنا من الفاصل ونتكلم على ازمة الزمالك وشكوة نادي الزمالك لاتحاد الكورة واتحاد كورة اليد للجنة الولمبية المصرية الكابتن ياسر ادريس عضو اللجنة الولمبية المصرية كابتن ياسر مساء الخير انا كابتن خير ازا حضرتك ازا كابتن اخبار حضرك كله تمام الحمد ايكم وحضرك طيب وحضرك طيب كابتن يعني ما يخص شكوة نادي الزمالك ضد اتحاد الكورة والتحاد كرة اليد وهل اللجنة الأولمبية معنية بهذا الأمر ولا هذا شأن داخلي لكل التحاد لا والحقيقة يعني دايما فيه لغة في الحتة دي لسنا فرصة عن نحواراتك أو أضحها أنت حالك عرف أن الدستور المصر في مادة 84 بيحترم المواثيق الدولية وكل التعهدات الدولية وبالتبعية القانون ومساق الأولمبي بيسمحوا أن اللجنة الأولمبية هي المسؤولة عن الحركة الأولمبية وعناصر الحركة الأولمبية في المساق الأولمبي هي الاتحادات الرياضية وعضاء جامعياتها العمومية اللي هي الأنبية واللعابين والمدربين والإجارين ويكذا فطبعا تبعية الأنبية وعضاء جامعية العمومية والاتحادات تبقى للجنة الأولمبية تمام طب يا فنم هل الإجراءة دلوقتي حاركوا هم تبعاتوا تجيبوا الاتحاد اليد واتحاد كرة القدم لا احنا بندرس الشكوى يعني هي تعرض على اللجنة الأنبية والحيئات فلجنة الانداء والهيئات بتجري في الشاكوة وتبعد تأخذ برضو الرد من الاتحاد الهندبول والاتحاد الكرس القدم وبنشوف تصويب الصح هو أنه بناخذ إجراءنا وممكن نخطب الاتحادات الدولية في هذا الشهر بخبرة السنين كده بخبرة السنين وليس قرار بخبرة السنين بالنسبة لك شايف أنه ممكن يكون الزمالك عنده حق فيما يخص الاتحاد الكورة واليد ولا لا ممكن يكون عنده حق مش عشان أنا زمالكاوي بس الشاكوة يعني فيها شيء بما يخص الاتحادين ولا اتحاد واحد بما يخص الاتحادين لأن اللوايح لابد أنها يكون يعني أنا شايف أنه إحنا لما نحط لايحة لازم بننتاجه بيها بس في الآخر برضو لازم نسمع رد الاتحادين إنما على كلام ندي زمالك أنه فيه لايحة واللايحة دي لسه إحنا ما بصناش برضو على اللايحة إنما لو اللايحة فيها هذه الزنود ممكن يكون عنده حق يعني ننتظر إن شاء الله لنارة يعني كل سون طيبة كابتن ياسر وإن شاء الله نشوف حضرك على خير حرك طيب خير بشكرك يا فنم شكرا جزيلا كابتن ياسر إدريس عضو اللجنة المصرية اللي قال مبدئيا ممكن يكون أنادي الزمالك على حق نشوف بعد الفاصل ونكمل وجهة نظر نالي الزمالك يعني تعليق على كلام كابتن ياسر إدريس أنا مش هتكلم الحقيقة في الصحة ولا هلأ أنا هتكلم بس في الحاجة اللي أنا عرفها والحاجة الحقيقة اللي أنا عرفها في اتحاد الكرة المصري في اتحاد الكرة المصري نادي الزمالك في الحتة دي هو قدامه حلين أو سكتين أما هو فرت في تظلم إمام عشور لأن المهلة خلاص عدت أم هو على حق هو على حق يبقى فيه مذكرة تسلمت أو حاجة تسلمت وفيه ما يزبط هذا وهنا يبقى اتحاد الكرة مدان لا يوجد لا يوجد استلام أصل شكوى يبقى كأن شيء لم يكن يعني ما فيش حد عدى الطريق ده وراح لاتحاد الكرة من نادي الزمالك قدم تظلم باليد واستلم رقم يبقى احنا بنتكلم في حاجة مش هنوصل فيها لحل أنا بقولك هو مقدما رأيي الشخصي الكصة دي مسألة ورق أما في ورق يثبت أن نادي الزمالك قدم شكوى رسمي وأخذ كعبة وأخذ استلام تقديم الشكوى خلاص هو هنا صاحب حق لأن العشر تيام بتوع المهلة أو الزمن بتاع تقدم التظلم عدى فهنا في واحد مخطئ أما نادي الزمالك أو اتحاد الكرة أنا مبارح سبيع التصريح لمؤنس أحمد مجاد مع الكابتن متحد شلبي وقال فيه أن الدنيا بسيطة وسهلة كان ممكن نادي الزمالك حتى لو التظلم مش موجود كان ييجي ويقول أن معاد التظلم أو أدي الكعب التظلم أو أدي كصة خصوصا أن اتحاد الكرة مساهل الأمور بشكل كبير ابعت ونخصم من حسابك أو حتى نعلق في حسابك أو عليك مدينية نعلق على المدينية يعني كان زمان لازم تيجي تدفع الفلوس دي كاش فأنا الحقيقة شاف أن القصة ورق مين الغلطان ومين اللي صح ورقة هي اللي حتبين نطلع فاصل وارجع لكم بعد الفاصل زي ما كلمنا على أهل والزمالك واسموحة والنادي المصري وكلمنا عن بيرامدز كمان غزل المحالة لازم نتكلم عليه ولازم نتكلم على خالعي اللي بينافس بشكل قوي جدا على أفضل مدرب هذا العام مع علي ماهر والحياة وكذا واحد السنادي ولكن خالد عيدي النهاردة بيقدم نفسه في ثوبه الجديد يستحق التحية ويستحق الإشادة الحقيقة مدير فني رائع وعمل شغل مع غزل المحلة أكثر من رائع يحتل المركز الخامس كابتن خالي بنساء الخير مبروك الفوز النهاردة كابتن والله الحمد لله والله فضل من ربنا الحمد لله وبشكر اللعيب عليه وعلى المجهود اللي بيزلوه والمنظومة كلها بالأول للمجلس الإدارة للجاز الفني للعيبة لكل حاجة يعني الحقيقة كابتن هو فوز النهاردة مش بس على فوز فريق كبير لا ده انت جاي من النادي الأهلي وكسبان فشيء الحقيقة مش سهل يعني انك تيجي دايما الفرقة اللي تلعب الأهلي والزمال اللي قتيل كسبانة دايما يقولوا انها بتخلص بنزين بتيجي مخلصة بنزين عشان تشحن تاني وتأدي أداء بالشكل ده أمام امبي شيء رأي الحقيقة والله بصة كابتنسيف احنا احنا متوقعين الحاجات دي يعني احنا تكلمنا قبل المطش مبارح في الاجتماع بتاع المحاضرة بتاعة الفيديو وكلمتهم قبل المطش برضو تكلمنا النهاردة ما حدش حد هيقبل انت كسبان الأهلي أي نتيجة تانية سلبية يبقى احنا كده نفسك تتكلم علينا المطشات ديات انا عامل حسابها قبل الأهلي كمان يعني المطشات ديات كلها صعبة جدا حضرت زي ما قلت ايه بعد مكسب الأهلي المطشات كلها فصعب فانا قلت له قلت له بعد لابت له يا جماعة لازم نأكد مكسبنا اللي فات عشان كده فالعيبة المجودة مجودة جميل جدا برغم زي ما قلت المطش اللي فات برضو بزر مجودة مع فرقة كديرة زي نادي الأهلي المجودة مجودة مجودة جدا كابتن عندك لؤية طموح المنافسة لدخول المربع الزابي أكيد طبعا يعني أي واحد طبعا بيتمنى يخش المربع الزابي بنت خلاص قررت هو يعني طموحنا زاد وطموح الجمهور زاد فأتمنى من ربنا سبحانه وتعالى والعيبة يكتهدوا الفترة اللي جاية بحيث ان احنا نحط المحلة في مكانها الطبيعي بالتوفيق كابتن لحضرتك وللمحلة وتستاهل الحياة التحية وفريق المحلة بلاعبته بإقدرته كلها يستاهلوا التحية والإشادة الحقيقة ربنا خليك كابتن خليف ربنا خليك شكرا كابتن خالد منالك كل التوفيق إن شاء الله بإذن الله منافسة الدوري منافسة شارسة جدا أرجو 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 سبونا من تحكيم وسبونا من شماعات التحكيم وسبونا من الإيجاد كلها عوامل أكيد ولكن خلونا النهاردة نتكلم في الكورة نتكلم في فنيات ما نحط الشماعات لأن الدوري المصري الحياة مشتعل بشكل كبير جدا والكورة السنة دي رائعة أرجع لكم بعد الفصل محمد صلاح كل يوم بيقصر الحاجز الحديدي وكل يوم الحياة بيعبر بخطوة جايزة لوريوس للإبداع الرياضي وجايزة الملهم الملهم الحياة لقب يعني ناس كثيرة جدا قالوا على صلاح للإلهام الرياضي أو الملهم الملهم الحقيقة في حفلة التكريم الأخيرة لمحمد صلاح زملنا بريم عبد الجواد أول واحد طلع على المسرح وقال له محمد صلاح الملهم النهاردة بيفوز بجايزة الإلهام الرياضي ودوره في دعم المرأة في الشرق الأوسط محمد صلاح كل يوم بدي درس كل يوم بدي تحدي جديد كل يوم بيقصر حاجة جديدة محمد صلاح مش لعيب كورة أو مش حاجة كبيرة فقط لا يغير محمد صلاح النهاردة أصبح الحقيقة يعني حاجة كبيرة في العالم كله لويس فيجو النهاردة هو اللي بيقدم الجايزة لمحمد صلاح العالم كله النهاردة محمد صلاح النهاردة أصبح واحد بالتوب 5 في العالم من أكبر وأهم خمس ستة لعيبة في العالم كله بيقصى الأرقام حتى في عزي ليفر بول ما هو ملخبط ومش في حالته الطبيعية محمد صلاح بينافس هيري كين على هداف الدوري الإنجليزي شيء رائع الحقيقة ويستحق مننا الفخر ويظل محمد صلاح هو فخر العرب بشكركم شكرا جزيلا هشوفكم إن شاء الله بإذن الله في حلقة جديدة على ألف خير